التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية وعدد من كبار قيادات الشركة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد في مستهل اللقاء حرص مصر على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر والتي يأتي في مقدمتها تشينا أنرجي وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد على اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنصيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها مؤكدا ترحيب مصر برغبة الشركة في توسيع نطاق مشروعاتها في مصر خاصة المشروعات المرتبطة بالهايدروجين الأخضر وأشر رئيس السيسي إلى حرص مصر على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة المحلية وكذا توفير فرص عمل جديدة في السوق المصري وأضاف متحدث الرئاسة أن الجانبين تناقشا حول مقترحات المشروعات الجديدة المتاحة للتعاون المشترك وكذا سبل الدفع بجهود الانتهاء من المشروعات المشتركة الجارية تنفيذها ومن جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة تشاينا أنرجي التعاون القائم بين الجانبين مشيرا إلى أن مصر تعد ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهايدروجين الأخضر ومؤكدا أن الشركة عازمة على الاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون المشتركة بما يحقق مصالح الجانبين التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية سيسك زينج تشوي تشوان يرافقه كبار مسؤولي الشركة وذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى الصين وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي استعرض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة بما وفر فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وأشر الرئيس السيسي إلى حرص الحكومة على استفادة الشركة الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر بما يعود بالفائدة على البلدين ويضيف لرصيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين مؤكدا تقدير مصر لجهود السيسك في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول أيضا جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين وكذا مخترحات التعاون الجديدة حيث ثمن رئيس السيسك التطور الهائل الذي شهده قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال مؤكدا حرص الشركة على استمرار التعاون وتوسيع دوائره إلى المزيد من المشروعات التي تحقق مصالح الجانبين أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح البري وشدد المصدر رفيع المستوى على أن مصر تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل به رحبت وزارة الخارجية والمختربين الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته حكومة سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين وإحالته إلى البرلمان المصادقة عليه الأسبوع المقبل وقالت الوزارة في بيان لها أن سلوفينيا بهذه الخطوة المهمة تعبر عن التزامها الثابت بحل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاعتراف يأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة أعلن الجيش الأمريكي أن قوات أمريكية وبريطانية نفذت ضربات ضد 13 هدفا لقوات الحوثي في اليمن ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن المقاتلات الأمريكية والبريطانية والسفن الأمريكية قصفت عدة أهداف من بينها مجموعة واسعة من المنشآت تحت الأرض ومنصات إطلاق الصواريخ ومواقع القيادة والسيطرة وسفينة تابعة لقوات الحوثي ومنشآت أخرى كما أعلنت الولايات المتحدة تدمير ثماني طائرات دون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحوثي والتي تم تحديدها على أنها تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة يستقبل الرئيس الفرنسي مانوال مقهون نظيره الأمريكي جو بايدن في الثامن من يونيو في باريس خلال زيارته الأولى لفرنسا حسب ما أعلن الإليزي والبيت الأبيض ويصبق هذه الزيارة مراسم أحياء الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية في السادس من يونيو في النورماندي والتي سيحضرها الرئيس الأمريكي وزوجته وقال الإليزي إن الرئيسين مقهون وبايدن سيناقشان الدعم المستدام لأوكرانيا وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذا التنصيق الوثيق حول الأزمات الدولية من شأنه التحضير للأحداث الدولية المقبلة خصوصا قمة مجموعة السبعة في إيطاليا في منتصف يونيو وقمة حلف شمال الأطلسي في يوليو في واشنطن أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت ثلاثة مواقع في خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ستة عشر آخرين وأوضح مسؤولون محليون أن الصواريخ أصابت مبنى سكنيا من خمسة طوابق ومدجرا في مبنى من ثلاثة طوابق ومصنعا مشيرين إلى أن الهجمات الروسية استخدمت تيكتيك النقر المزدوج الذي يعني توجيه ضربة ثانية بعد وقت قصير من ضربة أولى على موقع معين انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يمصر